السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أمميار لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحبتي في الله ياريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الكلب اللونه و أحمر فيه المنام عليه ما يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لو البنت العزباء شافت نفسها ان فيه ظهر لها في حلمها او في المنام بتاعها ان ظهر لها كلب لونه احمر طبعا احنا عارفين ان الاحلام دي ملهاش اي قاعدة ممكن يظهر في المنام الكلب هنا لونه احمر ده بيدل على ايه ده بيدل على ان هنا تاخد بالها جدا جدا من الاشخاص الناس اللي حواليها لان فيه شخص هنا بيحاول ان هو يعني يوقعها في خطر ويوقعها في مشاكل فتاخد بالها جدا جدا من الفترة القادمة لها لان فيه حد مقرب اليها وعايز يوقعها في مشاكل وتاخد بالها جدا وتاخد احتياطاتها من كل الناس اللي حواليها او من الاصدقاء المقربين إليها أكتر تاخد بالها منهم لأن في حد هيحاول أنه هو يوقح في مشاكل وأن هنا هيحصل لها خطر من اتجاه هذا الإنسان فعليها أن هي تاخد الحذر منه بشكركم جدا أنا على حسن استماعكم ليا وياريت تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر وأي حد عنده أي استفسار عن أي حلم ياريت يبعتولي وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه بأمر الله في التعليقات بأمر الله تعالى أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته